اشتركوا في القناة في ولاية كشمير ضيفتنا اليوم كانت واحدة من هذه الأعضاء في فريق العمل بتكلمنا عن تجربتها الشخصية والإنسانية فاطمة المهندي ياهلا مرحبا فيك في البداية لا تكلمينا عن أهم أهداف البعثة الإلكترية في كشمير باثة الهلال الأحمر الإلكترية توجهت الكشمير لتقييم الأوضاع الإنسانية مثل ما تعرفين حصار في سيول فيضان جامو كشمير بداية سبتمبر فتوجهت البعثة لتقييم الأوضاع الإقاثية الإنسانية في عدة مجالات المياه والأصحاح الصحة المجال الإيواء بالذات بسبب تدمر البيوت طيب فاطمة منهم أفراد البعثة وعلى أي أساس تم اختيارهم؟ عندنا من أحد أفراد البعثة ريمة المريخي كانت قايدة الفريق ودكتور حسان البيرومي وأنا كنت معهم الفريق كان عبارة عن ثلاث أشخاص معظمنا من المشاركين والمتطوعين مع الهلال الأحمر وأغلبنا إحنا ثلاثة خرجين من أو مشاركين في مخيم إدارة الكوارث سواء هذه السنة أو السنة الماضية صراحة أهليكم أن نساء أكتريات راحوا هناك أنتوا بهذه القوة والعزيمة أن أنتوا تعيشون وضع نفس لو تكلميننا عن الرحلة أكثر أو الخطوات التي تضعونها في بالكم من أول ما تصلون هناك البداية تكون حتى قبل أن نذهب قبل أن نتوجه البعثة نقوم بجمع بيانات بخصوص الأضرار التي صارت التأثير التي حدث من الجمعيات أو المنظمات المشاركة على أرض الواقع في الميدان قاعدة تعمل من الجمعيات والمنظمات التي قاعدة تجمع معلومات المتضررين بحيث نشكل خطة لوجودنا هناك من الأشخاص التي سنقابلهم وين الأماكن التي سنزورها وين الاحتياجات التي يجب أن نغيّمها ونقوم بإعداد مجموعة من الأدوات تساعدنا ونحن موجودين هناك وعقوا ما تصلون هناك؟ وبعد ما نوصل طبعا مباشر للتواصل مع الناس التي احنا تواصلنا معهم قبل أو حتى أحيانا تتاح فرصة جديدة للتواصل مع الناس جدد هناك ممكن يعطونا معلومات غيمة نتواصل معهم نبدأ بزيارات ميدانية التواصل مع الناس إجراء مقابلات مع المتضررين شيء ضروري جدا لمعرفة احتياجاتهم في عنصر آخر اللي هو المشاهدة والملاحظة أمر مهم جدا أننا دائما نكون واعين باللي حوالينا بحيث ناخد ملاحظاتنا بشكل مستمر وين ما نكون طيب فاطمة الهدف بشكل شخصي النداء من الأساس واللي خلات يعني تقولين والله أنا أبي أشارك وأبي أروح يعني هذي شون جات ابتداء من أول مشاركة مخيم إدارة الكوارض هو حس أن الواحد لازم يكون عنده استعداد لأي استجابة عاجلة سواء كشخ يعني كعذرا يعني عددنا القطر واحد غليل فوجود أننا نحن كلنا نقوم استعدين لأي استجابة عاجلة سواء في الدولة أو خارج الدولة الأمر مهم جدا إضافة لذلك أمر أننا فتاة يعني أو بنت قليل عدد البنات الموجودين في الميدان بهذا المجال فالشيء مهم جدا أننا نشجع ونشارك بهذا المجال أكثر جميل لو لا يعني لاحظت في كلامك أنه قلتي أنت تتواصلون مع المتضررين مباشرة أنتوا تلاحظون وتقيمون الوضع بنظرتكم أنتوا يعني مو بأننا مثلا أحد يكون مسؤول أن ينقلكم الوضع يعني بناءًا على الأفكار نفس ما قلت للمعلومات اللي أنتوا كنتوا تجمعونها قبل لا تروحون وبناءًا على اللي أنتوا تشوفونها في أرض الواقع شو تكون تقيماتكم يعني هو حسب المشاهدة يعني روح بعض المخيمات ممكن يقول لنا مثلا المخيم كان موجود وفض فنشوف الناس المثال اللي فضوا وين رأحوا عذراً بس يعني على قبل بجر يعني في مخيمات كانت وجدت على طول بعد الكارثة كنداء عاجل كاستجابة عاجلة أنشأوا مخيمات بالمساجد بالجامعات أماكن أخرى عامة يعني مثل الودينج خولز قاعات الاحتفالات بحيث يستكنون الناس بشكل يعني جماعي بعد فترة يبتدون الناس هذا يتنتقل عند أهاليها تنتقل لبيوت معارفها بحيث أن يكون مو قاعدين في سكن جماعي قاعدين في سكن أكثر خصوصية فإحنا نشوف وين الناس هايت وجهت وين راحت نحاول نجر معاهم مقابلات يعني هو حسب التغيرات اللي قاعدة تجري في أرض الميدان والله في ناس كانت جزء منها في القرية اللي دمرها جزء منها في مخيم آخر فالروح المخيم يقولوننا والله لاحن ما زال عندنا ناس في القرية فالروح نزور القرية عشان نتعرف على الناس نشوف شنو أحتياجاتهم به تلك القرية طيب أنت قلت لنا الوضع متغير فمعناتها نقول لنا كل دقيقة مهمة صحيح طيب أنتو شلون صاير كارثة صايرة شلون أول ما تروحون هناك أول الجراءات اللي تسوونها عساس أن أنتو تخففون من الوضع اللي صاير يعني ابتداء بما أنه فيضان هو الأكثر شيء كان محتاجين للناس استجابة عاجلة من ناحية السكن فالشيء الجميل في كشمير شفنا أن الناس عندهم تكافل جدا عالي فكان دايما مثلا الشخص يفتح بيتها الأكبر عدد من الناس ممكن يستقبلهم في بيتها فهذه نقطة جدا جدا كانت رائعة صراحة يعني هي زادت عندنا من روح العطاء يعني تشوفي العطاء عند الناس والله يضيف لك زيادة هاي أحد الأشياء اللي جدا أثرت فينا إضافة إلى أن يعني لما نشوف الناس نغيم احتياجات الناس مثلا كان فيه ناس محتاجة مواد إيقاثية بكشمير الوضع جدا قارس بالشتاء يعني إحنا شايفين الشتاء رح يبتدي جدا يقريب فكان من أهم الاحتياجات اللي لازم نوفرها بالميدان هي مواد إيقاثية وبعض المواد الغير قذائية اللي هي تحتاج مثل بطانيات مثل الأدوية بعض الجهات الأخرى كانت توفر مثلا أدوية للناس اللي محتاجين لأنه مخزون المستشفيات دمر بعض مخزين مخزون المستشفيات دمر كان لازم نوفروا الأدوية مجانة للناس طيب فاطمة هل بتكون هناك فيه رحلة أخرى من باب المتابعة لللي قمتوا فيه والحين احنا غيمنا اللي صار بالرحلة نصار تقييم شامل للقطاعات اللي ذكرتها سابقا اللي هو المياه والإصحاح الصحة قطاع الإيواء وشفنا شال الاحتياجات المطلوبة نقوم باقتراحات ونتواصل مع الجهات اللي احنا تواصلنا معاها خلال وجودنا بالرحلة حاليا نقوم بعمل خطة طريقة التدخل هلال المناسبة واللي راح تعطي أثر أكبر على المجتمع هناك بحيث نقدم لهم ما يحتاج أكثر احتياجا بحيث يعدون الشتاء بشكل ديسنت وبسلام لأنه يعني ما نبي يكون أضرار الشتاء أكثر من أضرار الفياضة اكيد اشي قد تمت استمرت رحلتكم رحلتنا استمرت حوالي أسبوع طيب خلال هالأسبوع طبعا بناء النص ما قلنا على الاحتياجاتهم كنتوا تخاطبون أحد في الدوحة ويبعثون الأشياء اللي مثلا تحتاجونها احنا حتواصل مستمر طبعا مع الهديكوارتر هنا بالدوحة مع الهلال الأحمر بس الاحتياجات ما كانت تجي عن طريق الدوحة كانت تجي عن طريق دلهي بالتعاون مع منظمات موجودة أصلا بكشمير يعني تعمل بكشمير نحن نتعاون معهم نتواصل معهم نقدم لهم احتياجاتنا اللي احنا حابين نقدمها وهم يقومون بتوفيرها ونتشارك بالتوزيع لا لا تفضل استفادت الشخصية والشغلتها بيتواصلينها حق البنات على أساس أن من البداية يشاركم في المخيم في الدوحة أساس أن يكونوا المؤهلين أن يكونوا يعني استفادتنا الشخصية صراحة لا تقدر بثمن يعني كل اللي تعلمنا من الجانب النظري بكفة وتقييمها وتطوير يعني تقديمها بشكل عملي في كفة ثانية ما يكمل الجانب النظري إلا بالجانب العملي صراحة وخبرة جدا كانت رائعة بالنسبة للسؤالة بالمخيم المخيم أصلا كان يعني قفزة نوعية باللي أنا تعلمته وأثره يعني جدا كبير بحياتي وأتمنى الجميع يشارك فيه بصراحة بإذن الله طبعا شاكرين وجودت معنا نستاذة فاطمة المهندي ويعني كفاية الواحد أن يعمل خير ويكون راضي عن نفسها الله يقدرك مع العمل الخير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر